السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدين الكرام في كل مكان حلقة جديدة برنامجنا مع الناس نسعد دائماً بصحبت حضراتكم ونترح واحد من الموضوعات المهمة جداً للنقاش في حلقة الليلة موضوعنا هو قضية خطيرة للأسف انتشرت في السنوات الأخيرة فيما يقف لها علماء السنة بالمرصاد ويتصدون لأصحابها بل ويردون على شبهاتهم وأفكارهم المغلوطة غيه القضية هي قضية التكفير ظهرت فئة للأسف الشديد تساهلت في إخراج المسلمين من الدين دون مستند شرعي قطعي مع أنهم أيضاً تناسوا أنه من المعلوم أن الدين هو أول الضروريات الخمس التي يجب على المسلم صونها وأن هناك ضوابط للتكفير من وجهة نظر الفقه الإسلامي هذه الضوابط توضح أن تكفير المسلمين لا يمكن أن يصدر عن هوا أو تعصب كما يفعل البعض الآن في حلقة الليلة نفند الأفكار نرد على كل هذه الدعاوة ما يطرحه الخوارج ونرد أيضاً على كل من يكفر الناس لمجرد ارتكاب المعصية أو اختلاف الفكر أو المذهب وأيضاً نوضح أو نبين كيف حذرت الشريعة الإسلامية من قضية التكفير من خلال نصوص القرآن والسنة النبوية وكلام العلماء الكبار على مر العصور اسمحوا لي في البداية أرحب بضيفي الكريم معلمنا الجليل فضلات الدكتور محمد عبد الدايم الجندي أهلا وسهلا عميد كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف أهلا وسهلا فضلات الدكتور أهلا وسهلا فضلات الدكتور أهلا وسهلا فك الله من ميزات اللغة العربية لو رجعنا لأي مصطلح سنلاقي له عدة معاني زي مثلا الرحمن على العرش استوى إيه استوى لا يستوى له 14 معنى أو أكثر وده طبعاً لكون اللغة العربية بحر لا يعام كذلك كلمة كفر كلمة كفر بمعنى الستر مثلاً ومعنى الجحود تقول كفر أي ستر حتى في اشتراك بينها وبين اللغة الإنجليزية أقول كفر غطاء كفر غطاء يعني غطي قلبه بالغشاوة فأصبح غافلاً أصبح كافراً من معاني الكفر أيضاً المعصية نقول فلان كافر أي عاصي ومن معاني الكفر أيضاً الجحود ومعناها الإنكار كفرت بأنعم الله بالضبط كده فحتدخل معانا في العقيدة حتى تبقى إنكار ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنكار وجود الله سبحانه وتعالى إنكار الخالق اللي هم الملاحدة إنكار معلوم من الدين بالضرورة إنكار أركار الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر هذه أشياء معلومة من الدين بالضرورة المحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى وحدي يقول لا والله أنا شايف أن الزنة حلال ليه حرام يعني كيد فهذا مشكلة طبعاً لأنه أخبر الشرع بحرمته يحل ما حرم الله بالضبط أو العكس فالتكفير كان من هذه الزاوية ولذلك المصطلحات ممكن تحمل أحياناً على المعنى اللغوي إن شاء الله نبين ذلك بإذن الله ممكن أستعمل مصطلح على محمله اللغوي وبرضي بتحليلنا من خلال سياق الكلام نجد أن المصطلح هنا لا يقاس أو لا يقام عليه حكم بالكفري عظيم طيب هل تكفير المسلمين يمكن أن يصدر عن هوى أو تعصب كما يحدث أو كما يقول البعض الكارثة الكبرى أن بعض العقول الواهية الهشة ونحن عارفين أن العظام إذا أصيبت بالهشاشة لا تقيم جسداً قائمة فالعقول والأفكار الهشة التي جعلت دافع التكفير الهوى والتعصب هذه قلوب لا تقوم أو هذه أفكار لا تعمد ولا تعتمد على دليل لازم يكون عندي هو من اللي يكفر أصلاً اللي يكفر ده لمؤهلات مش أي حد ده القاضي الشرعي أو الفقيه المتمرس المتخصص لجنة متكاملة من القضاء تجتمع قضاء 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 شرعيين متخصصين في أحكام الشريعة ليس الأمر يعني ليس أمر الفتوى بالتكفير رغم أنه مسألة التكفير مسألة ثقهية وبعض الناس فهمين أنها تحمل على العقيدة لا الحكم فيها ثقهي شرعي كما قال سيدي ومولاي الإمام أبي حامد الغزالي في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد وفي فيصل التفريقة وقال به الإمام السكي وقال به الأشاعر وغيرهم من العلماء عظيم طيب هناك قعدة أو أمرنا المولى سبحانه وتعالى أن نحكم على مظاهر الناس لا على بواطنهم يعني الله يتولى للصرائر كيف يمكن إنزال هذه القعدة على من يكفرون الناس لما يعتقدون أنه اعتقاد في بواطنه أو في سرائره دكتور طبعا هي نحن في مصطلحاتنا الدارجة بنقول علينا المظاهر والله يتولى السرائر لحتى قاعدة دارجة لدى العوام فالحكم من خلال الظاهر مرفوض شرعا بدليل القرآن وَلَا تَقُولُ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَةِ لَسْتَمُ مِنَا وحدث من الصحابة مواقف كان النبي طبعا بيعلمهم أولا بأول لذلك سيدنا أسامة بن زيد لما قتل رجلا سيدنا أسامة قال والله هذا يدعي أنه ليعصم نفسه من السيف لما النبي يقول له أقتلته وقد قال لا إله إلا الله قال قالها ليعصم نفسه من السيف فالنبي قال له أشققت عن قلبه يا أسامة شف يا أسامة أشققت عن قلبه أنت شفت أني أحشى عليه قال لسانه نطقي الشهد ضبط ما بالك بلا إله إلا الله يوم القيامة هتقول لربنا إيه ستحاجك يوم القيامة هذا كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا ابن عباس كذلك في رواية كثيرة في ذلك رجل قتل في غنمة قوم قتله المسلمون برض الأمور جديدة كانت والمعارف حديثة والنبي لسه بيعلم لأنه نقلهم نقلة من الظلمات إلى النور تدريجي بيعلمهم فربنا سبحانه وتعالى أنزل في ذلك قرآن قد ابتعثنا الله لكي نخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والأخيرة طيب فضل الدكتور محمد علماء أهل السنة تصدوا كثيرا لهذه الظاهرة الخطيرة والانتشرة في السنوات الأخيرة وهي فكرة التكفير هل يحضر فضلتك بعض مظاهر من تصدي أو مواقف أهل السنة لهذه القضية الخطيرة يعني من تاريخ من بداية التاريخ أو كيف تصدوا لهذه الظاهرة الخطيرة تصدوا لها بالعلم والدليل والبرهان يعني مثلا السادة الأشاعر سيدنا مولانا الإمام أبي الحسن الأشعري اللي هو لما مات نادى مناد في الناس ما تناصر السنة يا سلام يعني دوى صوت في الأرجاء ما تناصر السنة ذكر ابن عساكر في تبين كذب المفتري وورد أيضا في كتاب اللمع للإمام إن سيدنا مولانا الإمام الأشعري عند وفاته في حالة الاحتضار استدعى أحد الناس وقال له اشهد أنني لم أكفر مسلما قال لا إله إلا الله ما كفرتش حد أبدا لم أكفر أحدا وإجماع العلماء على أن أهل المعصية وأهل الذنوب لا يكفرون بمعصيتهم دوى كلام السادة الأشاعرة بدليل القرآن الكريم وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تقل لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا وبدليل قول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلكم المسلم له ذمة الله وذمة رسول الله يعني شوف شوف الثلاث فروع من صلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا واستقبل قبلتنا دو مسلم دو حكم من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهذا استناد السادة الأشاعرة أيضا وهم أهل السنة والجمعة احنا عندنا معاناة أزمة نعاني منها الآن إيه اللي بيؤدي لعملتي التكفير إن السادة الأشاعرة مثلا سند أو لبنات في سند بالعنعنة المتصلة عن الأزهر الشري وعن علماء الأزهر الشري عن محمد عن شيخه فلان عن شيخه فلان عن شيخه فلان عن سيد أبو الحسن الأشاعر علماء ثقات أيضا لذلك السند هنا بمثابة النسب الصلبي فمن انقطع سنده العلمي كان كاللقيط واللقيط يحرم من الميراس لذلك صاحب التكفير ما عندهوش سند ولتلقى العلم من العلماء سيد الإمام أبو الحسن الأشعري يسأل عن التفسيق والتبديع والتضليل والتكفير فقال لا هذه مسألة لا يحكم فيها بأي شيء يعني الحكم فيها مش عشوائي سيدنا الإمام الجويني وهو من ساداتنا وأئمتنا الكبار أصحاب المذهب وأصحاب الطريق الصحيح على منهاج سيدنا رسول الله برضي سؤل عن التفسيق وكلمة فاسق بدعة فسق كفر ضلال من المصطلحات المشهورة الآن لدى أصحاب الهشاشة الفكرية سيدنا الإمام الجوين برضي سؤل عن هذه المصطلحات فقال لا قال طمع في غير مطمع يعني الواحد يتكلم في الأمور دي يقول كافر وبتاع ويستعمل المصطلحات دي وأنساقها فاسق كافر مضلل الأمر ليس سهلا طمع في غير مطمع بعيد المدرك بعيد المدرك وعر المسلك يعني طريق صعب جدا ليس سهلا دى الإمام الجويني والإمام الغزالي سيد أبي حامد الغزالي ما له الإمام الغزالي سيد الإمام أبي حامد الغزالي الأشعري من أهل السنة والجماع ماذا قال؟ قال لا يسارع إلى التكفير إلا الجهلة طبعا الجاهل بس فالمشكلة الكبرى يا أستاذنا الحبيب الذي نعاني منه الآن زي ما حضرتك قلت أنه فيه تحديث عبر مواقع التواصل لمسألة التكفير وهي نفس الشخصيات اللي فضلتك بتكلم عنها اللي هي مجموعة من الجهلاء أو يعني بعض الأشخاص غير المؤهلين أصلا للحديث في الشرع في الأمور الفقهية فيتجرأ على يعني هذه القضية ويكفر سين أو صاد أو جماعة أو مؤسسة يعني وهذا الأمر خطير وبالتالي بسأل فضلتك بكتور محمد متى ظهرت هذه الظاهرة الخطيرة يعني هل هي كانت متدولة في العصور الذهبية الإسلام إن صح التعبير أما أنها نتاج أحداث معينة في العقود الأخيرة أو القرون الأخيرة وطبعا يعني نستطيع أن نقول أنها كانت بعد صدر الإسلام بذات مع الخوارج تطور فكر الخوارج لما كفروا صاحب الذنب وقالوا صاحب الذنوب أو صاحب الكبائر كفار يخلدون في النار ولذلك استباحوا دماءهم استباحوا دماءهم فتصدى لهم بقى علماء الأشاعر سيدنا وإن الإمام الإمام أبو الحسن الأشعري وغيره من العلماء والإمام الجويني والإمام الغزالي حتلاقي على مر التاريخ وعبر العصور نجد أنه في متابعة للرد على ذلك المشكلة أنه صورة الخوارج هي قديمة ولكن التطور الحالي تجرأ لاتهام كبار الأئمة اللي هما بنسميهم أعمدة يحملون سقف الإسلام لأنها إذا تقوضت هذه الأعمدة بالتشويه والتشجيك خلاص يبقى أرادوا أن يهووا بسقف الإسلام وطبعا مهما فعلوا ربنا سبحانه وتعالى سينصروا دينا كفروا مثلا سيدنا الإمام السيوطي وسيدنا الإمام السيوطي المتوفى سنة 911 هجرية كان من كبار العلماء حافظ 200 ألف حديث ما شاء الله الإمام السيوطي حافظ 200 ألف حديث وتكلم عنه كثير من طلابه مثلا سيدنا الإمام السيوطي ألف كتاب بيرد فيه على مسألة تكفير الإمام ابن عرب يعني المسألة برد كانت موجودة كفروا حتى الإمام الإمام ابن عربي في أيام سيدنا الإمام السيوطي كان فيه واحد مشهور اسمه برهان الدين البقاعي ألف كتاب سمه تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عرب تنبيه الغبي إلى الوزن يعني بيكفر سيدنا ابن عرب الإمام السيوطي عاش نفس العصر يعني نقول أنه عاش عصر أيام برهان الدين نقول مثلا 43 سنة جامعة بينهم فالبرهان الدين البقاعي توفي سنة 889 وسيدنا الإمام السيوطي توفي سنة 911 هجري فاشتركوا فيه 43 سنة تقريبا جمعت بينهم والإمام السيوطي مات على 61 سنة الإمام السيوطي رح رد عليه تنبيه الغبي بتبرئة ابن عرب فبرأ ساحته وبيّن أن الإمام دس عليه الإمام ابن عربي ماتسوس عليه وهذه على فكرة يعني سنة أو بدعة خبيثة سلكها المشككون يدس السم في العسل ينسبوا الكلام لابن عربي ينسبوا الكلام للإمام السيوطي ينسبوا الكلام للإمام الشعراني فيكفروا من خلال يبحث عن صغرة يعني ليضرب منها بالضبط كده فسيدنا الإمام ابن عربي فضل برأت أو بريئت ساحته وبيّن الإمام السيوطي أن الرجل بريء وأنه دس عليه وأنه اتبع الكتاب والسنة وذكر له قصيدة طويلة في ذلك يعني بداية هذه الظاهرة الخطيرة ظاهرة التكفير بدأت مع الخوارق وبالتالي تسمح لفضلة دكتور محمد أسأل فضلتك طب إيه عقيدة الخوارق في التكفير إيه الفعل اللي هم بيخدوه في مسألة التكفير الحكم على هذا أو ذاك الزم كل مزنب أو متكب كبير مجرد زم يحكم عليه بالكفر ويخرجه من الملة يقول له أنت كافر على طوال سهل جدا ما هيعيب الإنسان وجد سلاسة في هذا المصطلح فلان كافر سهل قعد بيشرب شاي ويقول فلان كافر لا ده فيه ضوابط وفيه قواعد فمرتكب الكبير كافر أهل السنة والجماعة سادتنا الأشاعر قالوا لا مرتكب الكبير ليس بكافر لأن الله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لمن يشاء ولذلك القتل من الكبائر معروف يعني الخوارج يكفرون من يقتل الناس لأنه ارتكب كبير فد كافر مخلد في النار طيب ربنا قال فمن عفية في القصاصه في جريمة القتل فمن عفية له من أخيه شيء فاتباعهم بالمعروف شوف استخدام لفظ أخيه في القرآن فمن عفية له من أخيه لم يخرجه من الإيمان بالقتل يبقى رغم أنه قتل إلا أنه مؤمن فالكبيرة لا تخرج من الملة هذا بإجماع وبه قال السيدنا الإمام كل الأئمة الإمام وحنيفة ده مهم نوضح للسادة المشاهدين أيضا كيف رد أهل السنة على الخوارج في الأفعال التي توجي بالكفر يعني أو مع من يختلف معهم فضل الدكتور محمد يعني مهم أن نحن نشوف بعض الأفعال وأيضا أهل السنة كما تفضلت فضلتك كيف ردوا عليهم في بعض المواقف يعني هو طبعا كما ذكرنا من خلال السياق القرآن ومن خلال الأحاديث النبوية قامت حجة السادة الأشاعر أو أهل السنة والجمعة في ردهم على الخوارج مثل هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به وكذلك فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف عدم المسارعة في التكفير تبشيع جريمة التكفير وكلام سيد الإمام أبي حامد الغزال في فيصل التفرقة ألا نسارع إلى التكفير سيدنا الإمام محمد عبده ماشي في نفس المسلك رد على الخوارج قال سيدنا الإمام محمد عبده قال لا يصح أن نكفر قائلا قال قولا شوف شوف الكلام والدقة وجمال الأزهر والوسطية والاعتداد يقول لو أن قائلا قال لفظا يحتمل الكفر من مئة وجه مئة وجه ويحتمل الإيمان من وجه واحد نحكمه بإيمان صاحبه السلام يعني شوف شوف لو وجه واحد بس فيه نشم بس رحت الإيمان بس ومئة وجه يحتمل الكفر لا أسارع إلى التكفير إذن وراثت الخوارج في أمر المرتكب الكبير وأهل السنة ردوا عليهم أولا بأول في مسألة مثلا عدم المسارع على التكفير في روايات فقد باء بها أحدهما والمشكلة يا أستاذنا التي تؤلمنا جدا كما ذكرنا أنهم خبطوا في الأئمة الأعلان زي الإمام النبع طب الإمام النبع خوارج ها والآن هم ورثت الخوارج كفروا الإمام النبع وقالوا عنه لا ده كافر حاشا الإمام النبع كافر اللي هو عاش خمسة واربعين سنة عمره خمسة واربعين سنة فقط فقط ملأ الدنيا وكتب ألف كراس آه ألف كراس غير الكتب التي وجدت بعده والإمام النبع له فضل في شرح صحيح الإمام مسلم وقد أثنى عليه العلماء بالإجمع لكن الآن شرذمة كفروا نفس القصة كما ذكرنا سيدنا ونانا الإمام السيوطي سيدنا الإمام السيوطي يعني فعلا من المؤسف أنهم كفروا ليه طيب كفروا يا أستاذنا اعتبروا أن التوسل برسول الله كفر وشرك ومسألة التوسل محسومة ومعروف يعني هل عندما أسأل الله برسول الله كفرت مستحيل طيب أنا هل هل أنا كأزهري أقول هذا الكلام عشوائي كده ولا عندي دليل إحنا لا نتكلم إلا بالدليل صحيح وجدنا في القرآن الكريم وفي سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث في السنة صحيحة تبرهن على جواز الاستعانة بالنبي صلى الله عليه وسلم زي حديث الضرير يا أستاذ صحيح صحيح لو حبيت حتى نقوله ناخده بعد الفصل يا دكتور ماشي دي نقطة مهمة فكرة التوسل وهي محسومة كما أوضح المشكلة أنهم كفروا على أساس التوسل هي فكرة المصرعة للتكفير قضية من أخطر القضايا اللي بتواجه العصر خصوصا أنه بعض الشرزمة كما أوضح الدكتور محمد الجندي تطل علينا من آخر لتكفير أحد الناس ربما مؤسسات حتى دول خلونا نتابع هذا الأمر بالتفصيل بعد هذا الفصل مشاهدين الكرام ابقوا معنا شكرا 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 المسارعة إلى التكفير من بعض الخوارج والخوارج الجدد انصحها للتعبير وحتى بعض الأشخاص قضية في منتهى الخطورة طرحناها للنقاش مع علمنا الجليل فضلة الدكتور محمد عبد الدايم الجندي عميد كليات الدعوة بجامعة الأزهر الشريف لنتبين كيف رد علماء السنة على هؤلاء وقبل الفصل فضلتك كنت بتحدثنا عن حتى فكرة التوسل ان هم كفروا من يلجأ لفكرة التوسل برسولنا الكريمة دكتور كفروا لبقى كفروا الإمام السيوطي ودي أحدى الصيحة من صيحات التكفير يقول لك ليه لأنه استغس بالنبي أو توسل بسيدنا النبي حسن ده الإمام السيوطي ده لقب بإيه أستاذنا ابن الكتب ليه ابن الكتب لأنه أمه وضعته على الكتب يا سلام فلقب بابن الكتب وهو قال عن نفسه تبحرت في سبعة علوم في الفقه والتفسير والحديث والبيان والبديع والنحوي فزكر عدد سبع علوم إن شاء الله تبحر فيها سيدنا وضعنا الإمام السيوطي بتكفروا علشان توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم والتوسل وارد ربنا آله في القرآن وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا للي هم أهل الكتاب اليهود يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم عرفوا كفروا بإيه يستفتحون الإمام القرطبي في تفسيره والإمام الألوسي في روح المعاني والإمام ابن الجوزي في زاد المسير والإمام الرازي وغيرهم من علماء التفسير قالوا بأن اليهود عندما كانوا يدخلون معركة في حرب يعني كانوا يضعون أصابعهم في التوراة على اسم سيدنا رسول الله ويقولون اللهم بحق هذا النبي الذي بشرت به أو ببعثته أنصرنا فينتصر يبقى يستفتحون يعني يستنصرون كما ورد في كتب التفسير يبقى إذن هذه موجودة التفسير في التفسير التوسل بالنبي قبل بعثته في حديث الضرير وحديث الضرير صححه كثير من العلماء زي الإمام المنذري وغيره هذا حديث صحيح معروف حيقول لك موضوع حيقول لك ضعيف حيشوهه رغم أنه أحد علمائهم المشهورين الذين يعني يستندوا إليهم أو إلى رأيهم وحكمهم على الحديث قال عنه صحيح ورغم ذلك حيقول لك بضعيف اللي هو حديث الضرير حديث الضرير ده إيه ماله ده عثمان بن حنيف راوي الحديث يقول بينما نحن جلوس عند رسول الله في المسجد يعني دخل علينا رجل ضرير راح بصر فجأة يعني فشكى لرسول الله فالنبي قال له يا تصبر إلى الآخرة وتاخد أجر أعظم أو نعجل لك بالدعاء لو أنت عايزها يعني دلوقتي ماشي فقال يا رسول الله أريدها يعني الآن أنا عايزها دلوقتي لأننا متأزي جدا يتألم فالنبي قال له إيه إيتي الميضاء يعني رحي توضع في المسجد وصل ركعتين وقل اللهم إني أسألك بنبيك محمد ده من اللي بيعلمه النبي ده سيدنا النبي يا محمد يا رسول الله إني أسأل الله بك أن يرد إلي بصري الراوي بيقول ليه فخرج علينا الرجل وكأنه لم يصب بضر يعني مبصر معنى الكلام خرج علينا الرجل مبصرا هذا الحديث له روايات كثيرة وله أسانيد كثيرة وطرق عدة واحد يقول لك بعد ممات النبي صلى الله عليه وسلم ينفع أن يتوسل ينفع أقول له في صحيح الإمام مسلم إيه معنى وسيلة ما هو التبرك نفسه هو الوسيلة ورد في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات عن عباء ترك عباء كانت عند السيدة عائشة السيدة أسماء بنت أبي بكر تقول فلما ماتت عائشة قبضتها يعني أخذتها والناس يأخذونها ليغسلونها ويأخذون ماءها للاستشفاء يستشفون بماء عباءة رسول الله والنبي شايف كان التبرك بسهمه يوم الحديبية البئر غار ما فيش مي خلاص فالنبي إداهم إيه ده في صحيح مسلم أعطاهم السهم ليلقوا به في البئر ففاض الماء يعني زي كمان فضلتك ما أوضحت أنه لا يجوز تكفير المسلم عند ارتكابه المعاصي سواء كانت كبيرة أو صغيرة نعم طيب نتعلم ايه من حديث ابن مسعود اللي قال فيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلامه عليه سباب المسلمي فسوق وقتاله كفر آه ها دي خطيرة بقى ده حديث عن سيدنا النبي واضح ونرد به على الخوالج لأني لما نقول سباب حيدخل في الغيبة والنميمة وحيدخل في المعصية والكبائر فلين النبي قال سباب المسلمي فسوق ولم يقل كفر آه وقتاله كفر يبقى إذن في حاجة اسمها المصطلح في اللغة العربية بيمشي على مساري أصله وده كلام سيدنا مين سيدنا ومولانا الإمام أبي الحسن الأشعال فقال اللغة العربية تقول ضرب ضرب ممن كان ضاربا يبقى شوف تصرف الكلمة زي ماشي نفس الحروف وفسق ممن هو فاسق ومؤمن أو إيمان ممن هو مؤمن وكفر ممن هو كافر فالمصطلح نفسه ليه تصريف لذلك كلمة كافر أقول فسق فاسق ما أقولش فسق كافر ذنب مذنب ما أقولش ذنب كافر لأنه حخرج عن سياق ورسم الكلمة يبقى الكلمة تتصرف عن أصل عشان كده لما نقول يا أستاذنا أن الإمام السيوط يقول أنا برعت في سبعة علوم البيان والبديع إيه المشكلة التي وقع فيها هؤلاء بمناسبة هذا الحديث أنهم لا يفهمون اللغة ولا يفهمون البلاغة ولا يعرفون البيان ولا يعرفون البديع ولا يعرفون المجاز ولا يعرفون الاستعارة ولا يعرفون التشبيه بل لا يقرون المجاز أصلا ما عرفوش تصريف الكلمة زي الإمام سيدنا ونانا الإمام أبي الحسن الأشعري فالكلمة لها أصل ضرب ضارب ذنب مذنب كفر كافر منفعش أقول ذنب كافر ده كلام سيدي أبي الحسن الأشعري ولذلك استدل العلماء ربما بهذا الحديث فضلت الدكتور محمد وفضلتك تصحح لنا يعني أو تشرح لنا أنه يعني تكفير المسلم بغير حق يقوله إلى تكفير المكفر اللي قام بالفعل نفسه هل ده صحيح؟ ولا رأي فضلتك إيه في هذا الاستدلال يعني هو سيدنا الإمام أبو ذر أورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أيما امرئ قال لأخيه كافر أيوه إلا وارتدت عليه وفي رواية رجعت علي رجعت علي وفي رواية فقد باء بها أحدهما فالرواية في ذلك متعددة طب إزاي إحنا بنقول النبي آل من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلكم المسلم إزاي وفي نفس الوقت بنقول إنه واحد قال للتاني يا كافر وهو اللي بيقول نفسه مسلم ومؤمن هل معنى ذلك إنه ده كفر؟ لا هنا نقول إنه إيه؟ لو قالها من باب إنكار فعل معلوم من الدين بالضرورة عليه يعني قال له أنت كافر علشان بتصل مثلا والشخص اللي بيقول يعني لا ينكر أو لا لا يوقن في الصلاة أو لا يؤمن به لأنه أقول له ارتدت عليك لأنه كده كده انت أنكرت معلوم من الدين بالضرورة ولو قالها من قصه يبقى إذن النقص يعود على من قال إذا لم يكن النقص فيه من قيل فيه يبقى إذن إثم التكفير يرجع إلى المكفر إن لم يكن الشخص الذي قيل صحيح يبقى معنا إثم هنا ما نقولي شفولان أنت بقت بالكفر لأن الكفر من معاني المعصية المعصية عندي حديث تاني تأذن لنا يعني نستوضح أيضا معناه من فضلتك دكتور محمد بس بعد ما نكون هذا لتصال هاتفي من أختنا الأستاذة هناء بتكلمنا من سوهاج تفضلي يا فاند ألو أهلا وسهلا تفضلي يا سيدة هناء ألو إحنا سمعين حضرتك لو فيس وقال تفضلي ما عليك يا دكتور ما عليك يا دكتور أنا بحس نفسي إن أنا خلاص هموت ودايما اللي احتفظ عندي فممكن عايز أعرف فضلت الشيخ إنه هو ممكن صح في حد بيعلم نفسه إنه هو هيموت يعني بتحس نفسك عازة تموتي شكرا يا سيدة هناء عايز أرد الشيخ برضو عشان خاطر أنا عندي على طول أنا بصلي بس عندي حاجة بتيني وأحتاج بيجيني كده وبيحس نفسي إن أنا خلاص هموت وبتعب ونبطت قلب بجزيز يعني بنهار لا خليك معاني يا سيدة هناء وألف سلام عليك يعني نأخذ أساس حلمي وبعدين نعطي الفرصة لفضيل الدكتور محمد يتفضل بالرد أساس حلمي بيكلمنا من الجيزة أهلا وسهلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الدكتور الشريف أهلا وسهلا أساس حلمي فضل ربنا أحفظك أهلا وسهلا ربنا أتمنى عليك يا رب بالنسبة أساس الدكتور محمد عوز أبلغوا سلامه في حياته وديه حلم أبو الزهراء من الجيزة برضو أهلاً سهلاً وكنت عاوزة أخليه بعد اسم سيبتك يوضحني أنا بس فيه رواية وردت عن فعاد الصحابة أنه كان منع المطر يعني أو حبس المطر فهم يعني توسلوا بعم سيدنا رسول الله بعم سيدنا رسول الله سيدنا العباش شكراً يا أستاذ حلمي أنا بس بكتش سامة بشكل جيد فالحمد لله أنه فضلت الدكتور محمد سيمة للسؤال ناخد أختنا دعاء ونجيب على الأسئلة فضلي يا أستاذ دعاء السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزاي حضرتك ربنا يبارك في حضرتك أنا كنت عايزة فضلت الشيخ يقولي الرد المتصر عن الثلوث لمضاقاته في البنك والفايدة اللي تطلع منها لإستاذ لأننا كنا زمان وحنا في قرية يعني في قرية رفيدة المشايخ بتقولي جامعة يقوله حرام والفايدة دي حرام حتى فايدة بتكلم عن الفايدة ولا عن القرد يا أستاذ لا عن الفايدة عن الفايدة اللي بتخديها من البنك أيضا في الوقت المشايخ الكرام على قناة الناس حضرتكم بتقولوا أن الفايدة مش حرام فإيه اللي كان بيخليهم يقولوا مثلا المشايخ عندنا بيقولوا حرام وانا نفسي أعرف الحجة يعني طيب يا أستاذ ده موضوع قتل بحسا يعني خلينا خلينا يعني نسمع لفضلت الدكتور محمد باهتمام في هذا الأمر طيب هناء بتقول أنها بتصلي وبتصوم لكن بيجي لها هاجس كده أنها قربت تموت يا مولانا وشغلة بلها بالقصص دي زي ما حضرتك سمعتك هي بتصلي وبتصوم وهي ما شاء الله عليها قريبة من الله بس تزدد قربها وتاخد يقين وإيمان نعم يقين يعني عازين يقين وعازين بقى الأذكار الصباح والمساء التي وردت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تكثر من الصلاة على سيدنا رسول الله كما ورد في الحديث إذن تكفى همك يعني زوال الهم وهذا نوع من أنواع الهم الشتات في القلب الذين آمنوا وتطمئنوا قلوبهم بذكر الله امسك المصحف اتوضي وصلي ركعتين وامسك المصحف بالليل واستغفري كتير واقترب من كتاب الله تعالى ومن الأذكار وحتلاء الأمور تغيرت تماما وصلي قلبك بقلب سيدنا رسول الله هذا حل خطير وساحر جدا حل يعني زي ما يقوله في المصطلح الدارق حل سحري اللي عايز ينقز بسرعة ويضيع منه المشكلة دي اللي بتعاني منها وكتير من الشباب بيعاني منها بسبب ايه؟ الشيطان بيتسلل لقلبهم فيشعرهم بضيق في الصدر وانه مقربوا يموتوا وفي بعض الناس بيأخذها من باب الزهد والمحاسبة ده موضوع تاني إنما لو كان الموضوع كنوع من أنواع المضايقات النفسية أو الأرق النفسي أو الألأ النفسي أو الانفعالات النفسية أو عدم استقرار الطبع والطبيعة أقول لك خليك دائما على وضوء أكثر من الصلاة على سيدنا رسول الله تمام اقرأ القرآن كثيرا عظيم الأستاذ حلمي حضرتك سمعته أعتقد الدكتور أستاذ حلمي يسأل سؤال اللي هو حديث العباس سيدنا العباس سيدنا العباس سيدنا العباس لما دعوه في الاستسقاء يعني فقاله كنا نستسقي بعم النبي أو كنا نستسقي بالنبي فلما النبي إلى الرفيق الأعلى استسقينا بعمه العباس إيه معنى الكلام ده يعني هو عازي يقول الأخ أنا فهمت سؤاله إن كنت يعني فهمت صح إنه الراجل ده أو الناس أو الصحابة توسلوا أو استسقوا بسيدنا العباس بعد انتقال رسول الله يعني منفعش نتوسل أو نستسقي أو نسأل الله برسول الله بعد انتقاله عزيم نقول لهم لا دي فيها وجهين الوجه الأول جواز التوسل بالأولياء وآل البيت سيدنا العباس عام سيدنا النبي ده جواز هذا الأمر طيب ليه راحوا لسيدنا العباس لأن الاستسقاء صلاة والصلاة عايزة إمام يصلي بيهم من اللي موجود أقرب الناس لسيدنا رسول الله حبا وصلة سيدنا العباس فهو اللي حيؤف بهم أو بهم ليصلي إمامه فالمشكلة إذا نحتاج إمام فالوجود الحقيقي أو الحياة الحقيقية البشرية الموجودة في حياتنا الواقعية تحققت في أقرب الناس لسيدنا رسول الله وهو سيدنا العباس هذا لا يمنع سؤال الله برسول الله صلى الله عليه وسلم وكما قال حتى سيدنا الشيخ صالح الجعفري إمام الجامع الأزهر في عهده قال وداعيا إلى الله بإذنه وصراج المنير هل أطفئ سراج رسول الله بانتقاله إلى الرفيق الأعلى ولا مستمر والأدل كتير يعني طيب أختنا دعاء يعني بتسأل حقا سؤال قتل بحسا ودار الإفتاء المصرية التي نتبنى طبعا منهجيتها كعهد قناة الناس التي تبنى الفكر الأزهري الوسطي تسأل عن فكرة الفايدة من الودائع في البنوك أخت الكريم يا ربنا يكرمك ويزيدك نور وإيمان طبعا بالنسبة لما يودع في البنوك والعوائد هذه البنك كما قالت دار الإفتاء المصرية ونحن عرفين أن دار الإفتاء لا تفتي كده وخلاص صحيح ده في لجان اقتصادي وفقهاء وفي صور مستجدة من المعاملات البنكية في البنوك التجارية صحيح فاعتبروا البنك شخصية اعتبارية والشخص الحقيقي اللي هو الطرف الثاني الذي يوقع العقد عقد الاستثمار ويتحمل البنك أنا لما أقول يا أستاذ شريف تعال أنا حعمل معك صفق حتقول لي أنا بتحمل الخسارة والمكسب وحديك مئة جنيه مكسب كل شهر سواء كسبت الناس اللي بتقول الفايدة سبتة والكلامتة يعني كسبت أو خسرت حديك الميت جنيه ولتلك كده حقول ليه حقول آمين ليه لأني ارتضيت البيعان بالخيار ما لم يفترق ذلك العقد شراءات المتعقدين أيوة وسيدنا ولنا الإمام طنطاوي قال ذلك في البيع والشراء وفي الإيداع في البنوك هذا معروف يعني إلا حتى الحجة اللي قاله إيه إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم يعني بين الطرفين أنا رضيت بالميت جنيه وحضرتك رضيت أنك تخسر وحاجت تفعل الميت جنيه يبقى عن تراضي منكم ولا لا في اتفاق هي السيدة دعاء مجغولة شوفت أقولك يعني إيه حجة علماء الأظهر والإفتاء في فكرة الفوائد فوائد الودائع يعني مش عارف هل هي أرهاقت نفسها ولا فضلتك تجيبها هي طبعا معزورة ليه معزورة الشتات وإحنا قلنا أنه جوجل مصدر المعرفة لا وبتسمع بعض المشددين حتسأل ممكن هي تلاقيها سألت برضي أختين الكريمة سألت حد لشان كده احنا بنقول خذ القناة الطبيعية المتخص فاسألوا أهل الذكر وزي ما نقولت لك يا أستاذ دعاء خذ بالك دار الإفتاء المصرية تقيم فتاواها بعد دراسات من اقتصاديين ومن فقهاء ومن علماء عقيدة وعلماء فكر لجان متخصصة بمركزية يبقى البند الأول إنه البنك شخصية اعتبارية وإنه الطرف الثاني شخصية حقيقية تم الاتفاق بالعقد والتراضي قال تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم أنا راضي بالمكسب وراضي بالخسارة وحديك المكسب واخسرنا مش مشكلة لأنه حتحمل المسؤولية عن تراضي منكم وهذه حجة من القرآن واضحة وصريحة ليس في الأمر أديك 100 جنيه واخدها 120 لا مش كده خالص ده أنا بشغل لك فلوسك صحيح ده تجارة طيب تأذن لنا فصل لمولانا ونرجع تاني نستقبل تليفونات حضراتكم ونستكمل أيضا حديث المصرعة في التكفير وخطورة هذه القضية التي تطل برأسها من آن لآخر علينا ابقوا معنا مشاهدين الكرام شكرا 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 برحب بحضراتكم مجددا قضية المصرعة في التكفير لجوء البعض الحقيقة إلى تكفير شخص مسلم أو مؤسسة أو حتى دولة قضية في منتهى الخطورة بدأت مع الخوارج كما أوضح فضلت الدكتور محمد عبدالدام الجندي ضيفنا الكريم وعميد كلية الدعوة بجامعة الأزهر الشريف اللي قدم لنا الحقيقة يعني عدد كبير من الشواهد من الدلالات من أحاديث رسولنا الكريم علماء أهل السنة كيف ردوا على هذا الفكر المغلوط ربما أيضا من الأحاديث الذي أود أن أتوقف معه مع فضلتك دكتور محمد يجرم التكفير هو حديث ابن عمر في حجة الوداع الحديث ما معناه ويحكم أو ربما قال رسولنا الكريم ويلكم يعني لا ترجعوا بعد كفارا يضربوا بعضكم رقابة بعض ماذا نفهم من هذا الحديث الشيء؟ كفارا هنا يضرب بعضكم رقابة بعض يعني يكفروا بعضكم بعضا لأن المشكلة هنا لو كانت عملية القتال أو الاقتتال مغزى الحديث هنا في استحلال القتل يضرب بعضكم رقابة بعض يعني يقتلوا بعضكم بعضا مع اعتقاد ان القتل حلال انه قتل المسلم للمسلم حلال لو اعتقد انه حلال يبقى انكر معلوم من الدين بالضرورة يبقى القتل حرام ولا حلال بنص القرآن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق يبقى اذا من استحل القتل قتل المسلم وقال قتل حلال ده هو معنى الحديث كفارا لانه انكر معلوم من الدين بالضرورة طيب ناخد الاستاذة اسماء وعندي حديث لو ازنتيلي فضيل الدكتور محمد اه نستوضح معناه ايضا من فضلتك اختنا الاستاذة اسماء من القاهرة اهلا وسهلا يفعلنا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ايه معاليش كنت قلت الشيء فضلي حضرتك يا شيخ انا نذرت وقبل ماك يعني كنت مجولت لسه بجيب وقلت يا رب لو ربنا كرمني هزور سبنا الحسين نذرتي تزور الشيخ مين سبنا الحسين الحسين فانا محب المكان ده وما راحتش ابدا فانا دابت ان انا قلت كده بس قلت يا رب لو ربنا كرمني هزور سبنا الحسين فهو كده الحد انا بقالي في الساعة السماء دوزة وما راحتش وقلت المدري ده انما راحتش فهو انا كده علي حاجة وبنتي على طولته قاعدت خبط وستعور فانا شعرت انا علي حاجة عشان العائلة دي السبابة مثلا بفضأزة ولا هو شكرا شكرا يا اسماء معانا من اسيوت اختنا الاستاذة علياء فضاليا يا اسماء علياء السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته علياء مرحبا يا اسم شكرا يا اسم محمد اهلا وسهلا سؤالك يا مدام علياء معلش هو في حد بيحس نفسه ان هو بيحس بإحكاك الموت يعني مقدم كده وحد بيعلم نفسه ان هو هلوش امتا حد يفكر انه ملوش ايه قيمة عايز فاضيك للشيخ ارجوك ارجوك ترد علي ايوة تفضل انا عايز اسمع السؤال بس مش واضح يا استاذ علياء قال بقول لك بقول لك في حد بيعلم نفسه ان هو هيموت امتا بيعرف ان نفسه هتموت امتا هو واضح كده السؤال تقليل كده يعني طيب لو هي لسه من على الخط لو زملائنا يفهموا منها السؤال نكون شاكرين لحضراتكم طيب سؤالنا الاولاني الاستاذ اسماء من القاهرة بتقولناها نذرة نذر لو تخلفت هتروح تزور الامام الحسين تزور سيدنا الحسين ومراحيتش لا لازم فهي لان هنا ناخد حكم النذر بقى اه حكم النذر هي طالما انها نذرت يبقى تعمل لله علي نذر اه ما تسمعش كلام حد يقول لا ده شرك وكفر الكلام سيدنا مولانا الامام الحسين له كرامات كثيرة واللي بيروح بيروحش يعبد هو بيروح يعبد اذا رايح محب قل لا اسألكم عليه اجر الا المودة في القربة وبالسند المتصل من كبير الى اكبر الى اكبر الى اكبر زاروا هذه الاماكن والائمة الكبار والفقهاء زاروا بعض فما فيهش مشكلة اللي رايح مش رايح يعبد رايح محب لسيدنا مولانا الامام الحسين فما لا اعملي وروحي طيب اختنا الاستاذ على ما فهمت السؤال منها وزملاء وضحوا يعني بتقول هل الشخص بيعرف وهيموت امتى يعني ممكن حد يبقى يشعر بدنو واجل وانصحة طبيعا ركتور محمد فيه علامات فيه اشارات هو طبعا الحكم العام انه الساعة عند الله كل انسان له ساعة واذا مات قامت قيامته لا يعلم وإلا الله لكن فيه استثناءات وامور بسيطة من الممكن ان يقذف الله الهاما في قلب احد الصالحين او احد الناس الهام وفرق او افرق بين ايه بين الالهام وبين تلبيس الشيطان ممكن ربنا يقذف في قلب انسان انه انت يعني استعد ويموت بالفعل ويقول انا الرب تموت زي ما احنا كنا بنحكي الان عن الامام الصيوط انه لما دنى اجله ووسيطه ايه والكلام ده او سيدنا الامام الاشعاري برضه اذا كفر رجل اخاه فقد باء به بها احدهما نعم دع حديث نافع عن عبدالله ابن عمر ايضا نعم نعم برضي معناه باء بالإثم مش بالكفر لانه لما بيقول له انت كافر ما نقول لهش انت كافر انك كفرت ده لا انت عصيت يبقى معنا الكفر هنا ايه المعصي تبقى انت عصيت يعني فقد باء بالإثم وليس بالكفر وإلا نبقى محلناش المشكلة صحيح نبقى كفرناها مش عايزة فقط الفرصة دون ان اسأل فضلتك لانه الحياة النهارده يوم 30 يوليو وهو يوم بيحتفل في العالم بفكرة الصداقة اليوم العالمي للصداقة لو بنستازن فضلت الدكتور محمد الجندي في نصيحة للشباب والحفاظ على الصداقات وكيفية أو حسن اختيار الصديق كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الدكتور محمد اقول للشباب جميعا وقول للناس كلهم صغارا وكبارا كن دقيقا في اختيار صديقك كن دقيقا طب ايه المعايير اللي انا اختار عليها الصديق النبي قال هنا صحنا هو قال لا تصاحب الا مؤمنة ولا يأكل طعامك الا تقي يا سلام والمثل الاعلى ناخد من سيدنا ابو بكر مع النبي اذ يقول لصاحبه ودخل قدام الغار علشان لو في لدغة ياخدها هو ويسئ النبي من اللبن قبله فقال فشرب رسول الله شوف رغم انه النبي عطشان حتى ارتويته وفي رواية حتى رضيته يا سلام دي المحبة الصادقة اذ يقول لصاحبه انما العشوائي انتبه لها على غرار وصديق السوق اه يعني ادفرينت اللي هي في فيسبوك بعشوائينا عارفوا مين ده ممكن يضللني فلازم اشوف ده مين فكره ايه ممكن يجرني للتكفير ويكون متشدد صحيح وده بحس كتير اه ودي كارثة كبرى طبع احنا كمان الحاجة ونقلق في قناة الناس خدوا كاميرا ونزلوا الشارع وسألوا بعض الشباب وبعض المواطنين عن فكرة الصديق واختياره واهمية الصديق الصالح في حياة نشوف ونرجع نستكمل حوارنا مع فضلت الدكتور محمد الجندي طبعا الصديق ليه اهمية كبيرة في حياة الانسان انه هو بيدعمه في حياته كلها بيكون معاه في وقت الشدة في وقت الفرح بيدعمه في مشكلاته لو هو بوجه مشكلة معينة بيوقف معاه في مشكلته بيساعده على اتخاذ قرار معين الصديق ده احسن من الاخ الصديق ده رفيق في الدنيا وفي الاخرة الصديق ده اعلى درجات الانسانية اهمية الصديق الانسان اللي هي ممكن اول حاجة يعرف امور دينه التانية يوقف معاه في الازمات يعرف الصحة من الغلط وهمية الصديق انه هو الانسان بيختار صديق لأول كون كويس واصق فيه لان الصديق الكويس وقت تضيق بيبان بينفعك في حاجات كتير حتى الانسان لو ماشي في طريقه غلط او اي حاجة بينصح ويقوله لا كده غلط او كده صح الصديق في حاجة الانسان اللي يكون وقف جنبه دايما ما يتخلاش عنه ابدا اللهم صلى على النابي كمان ممكن يكون معاها طول الوقت وقت محتاجه هلاقيه في اي وقت عمية الصديق اللي هو يتعاون معاه ويبقى يوقف جنبه فقط قزمته وانه يعني ما ما يكون محتاج حاجة يوقف جنبه وما يغزولوش الصديق دي كلمة كبيرة دي محتاجة انها تتقاس بيباليها كذا مكياس المكياس الاولاني انه يبان معاك في الشدة الاول قبل الفرح فلما يبان معاك في الشدة كتير وبيوقف معاك كدار فاختيار الصديق انك بتختار اخي ليك فالاخي دا بيفضل معاك لطول العمر سند وظهر ليك الصديق يعني اعتبر اكثر من اخ وهو يعني اخ واب وصديق وزي ما يقول المثال الصديق وقت الضيق وهو سندك وظهرك ايه هي المعايير الا على اساسها احنا بنختار الصديق او الصاحب في حياتنا طبعا بلا شك ان الصديق الصالح دا بيكون مرأة لصديقه يعني لازم يكون محافظ على صلاته وزي ما تقول كده يكون بيفعل الخير بيأكل من حلال بيعطف على الفقراء والمساكين بيعتمنوا على شره ممكن يتبادل معاك كل حاجة صفات اول حاجة يكون زو خلق عنده دين عنده امانة اللي هو مثلا يكون حد متدين وعارف ربنا وقريب من ربنا وبيحدس الناس عن ربنا وعن الله صلى الله عليه وسلم يعني الحاجات دا هاي اللي بتقرب الصديق وبتعرف الصديق الكويس بيختار صديقه على ممكن الأخلاق يكون شبهه فيسوا كما بينهم وما يخزولوش بعده كلام دا وقفوا جما بعد فقط أزامتهم اهم حاجة يكون الصداقة ومحبة وما يكونش فيه نوع الصداقة اللي هو الأجل مصلحة ولا الأجل فلوس ولا الأجل مديات فهو دا أنا شف أهم حاجة إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفة فدعه ولا تكثر عليه التأسفة ففي الناس أبدال وفي الترك راحة وفي القلب صبر على الحبيب إذا جفى فلا خير في خل يكون خليله ويلقاه من بعد المحبة بالجفا فسلام على الدنيا إن لم يكن بها صديق وفي يصدق الوعد منصفا الله الله جميل تعليق مولانا على التقرير الجميل اللي شفناه من المواطنين اللي بيشعرون بعظمة المصريين الحياة دي دولة تكلموا خلاص يعني ما شاء الله يقول لك الصديق هو اللي بيكون جنبي في الدنيا والآخرة أو أنا علاقتي بيه تمتد لدنيا ليه دا ليه سند في السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل واثنان تحبى في الله في الله اجتمع عليه وافترق آه وتفرق أو وافترق عليه يبقى دا أنا صحبي لو كان بيحبيني في الله مش لمصلحة يبقى حبه وصحبته حدوم صحيح حتى قالوا إيه ما كان لله دامة واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل صحيح يعني كلها تقارير رائعة من علماء مش عوام أبدا أشاء الله عليهم لا فضى فوق يا دكتور محمد كلامك بالله فضلتك حبيب تقول رسالة في النهاية في قصة المسارع في التكفير هذه الحلقة الماتعة يعني اللي أدرناها مع فضلتك يعني والشكر جزيل ومصول لكم أقول أديروا لحاز قلوبكم إلى رسول الله والنبي علمنا نحن لا نسارع إلى التكفير أبدا وروح زور سيدنا النبي وروح اسأل اسأل ربنا عندي سيدنا النبي والإمام الناووي اللي كفروا علمنا في كتاب الأذكار عند زيارة رسول الله أن نقف عنده صلى الله عليه وسلم ونسلم عليه ثم على الصديق ثم على سيدنا عمر ثم نرجع إلى رسول الله ونستشفع به لأنفسنا ولمن أحببنا في كتاب الأذكار ولو حضرتك الناس وحضرتك أكيد روحت عند سيدنا النبي حتلاقي أبيات موجودة على المواجهة الشريفة وردت في أذكرها الإمام القاضي عياض في الشفاء يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم نفس الفداء لقبر أن تساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم هو الأبرح يديني جود ده سيدنا النبي ببركة حب الله له سأكرم وحب الله لرسوله لا يموت ولا ينقطع شكرا جزيلا فضلت الدكتور محمد عبدالدائم الجندي عميد كلية الدعوة بجامعة الأزهر الشريف شكرا الموصول لحضرتكم ونلقاكم في حلقة أخرى بإذن الله من برنامجنا مع الناس حتى ذلك الحين نترككم في أمان الله ورعايته وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة